الأخبار اللي معنا النهاردة الفريق يبدأ استعداداته لمباراة الجونة النادي الأهلي قدم أو قام الفريق الأول لنادي الأهلي بأداء مرانو مساء اليوم على ملعب مختار التتش بدون راحة استعدادا لمباراة الجونة التي تقام مساء بعد غد على ستاة خالد بشارة بالغرداء والمؤجلة من الجولة التسعة في مسابقة الدوري المنتز تحدث ريكاردو سواريش المدير الفني في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة كما خاض لاعب الفريق الذين شاركوا أمس أمام بيتروجيت تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وكان قد حسم النادي الأهلي تأهله إلى نهاء كأس مصر بعد الفوز على بيتروجيت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في قبل نهاء هذه البطولة أيضا سواريش يحاضر اللاعبين بالفيديو قام ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي وعمل محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق ميران اليوم من أجل الوقوف على كافة التفاصيل والجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة استعدادا لهذه المباراة التي تقام بعد غد في الغرداء هذه المباراة طبعا مؤجلة من الجولة التسعة في بطولة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية للسولية وياسر والشحات أيضا دكتور أحمد أبو عبلة قال أن عبدالقادر يعود للتدريبات الجماعية خلال أسبوع قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد عبدالقادر لعب الفريق يسير بشكل منتظم في تنفيذ برنامجه التأهيلي وأنه في غضون أسبوع سيشارك في التدريبات الجماعية يا رب كل التوفيق وإن شاء الله كل المصابين زي ما نونو جومش قال من شوية لكل المصابين سيكونوا أو حيساعدوا النادي الأهلي وريكاردو سوارش على التألق خلال الفتر اللي جاي زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباريات صعبة جدا ومباريات مهمة جدا في خلال شهر ونص القادمة من الممكن جدا لنادي الأهلي يفوز بتلت بطولات الكاس الأديمة والكاس الجديدة وكمان الدوري العام المصري تلت يام مطش يعني كل تلت يام مباراة هتلعب تلت يام ومباراة تلت يام ومباراة ابتداء من الجونة فيوتشر يعني هتلعب يوم خمسة وبعدين هتحد أسبوع تلعب يوم 12 وبعد يوم 12 تلعب يوم 16 يوم 20 أولا 21 تقريبا وبعد كده فيوتشر المطشات كتيرة جدا جدا يعني فيوتشر بيرامدز زمالك من يوم 12 ليوم 21 من يوم 12 ليوم 21 يعني في 9 ايام 3 مباراة فيوتشر واحد من أقوى وأهم الفرق اللي موجودة بيرامج واحد من أهم وأقوى الفرق الموجودة الزمالك فريق كبير واحد من أقوى وأهم الفرق الموجودة وبالتالي تلت مباريات أصعب من بعض أطلع المربع الدهبي مع الأهلي حيلعبوا النادي الأهلي خلال التلت مباريات القادمة ربنا يسهل إن شاء الله وتكون الفرقة كلها كاملة الحداشر يعني ناسف التلاتين واحد موجودين مع النادي الأهلي